يمكن يهم الكثيرين الموجودين على الأراضي النمساوية بشكل عام يعني من العام المقبل تغيير جذري بقالية فواتير الكهرباء الشهرية في النمسا طبعا الكهرباء كانت كان بيخصص مبلغ معين بتدفعه كل شهر وفي نهاية السنة السنة الكهربائية احيانا في مقاطعات بتعملها من اكتوبر لسبتمبر في مقاطعات بتعملها يعني 12 شهر المهم وكانوا بيجوا عليك دفعت زيادة بيرجعلك دفعت أقل بتدفع وكان عندك فرصة تقصيط المبلغ في نهاية السنة دلوقتي عايزين يحسبوا الاستهلاك شهري في ناس معه وفي ناس ضد في ناس معه بتقولك اهه عشان ما يكونش فيه مبلغ متراكم في نهاية السنة وفي ناس ضد انا كده بتقولك ان انت هتلغبط له الحزبة الشهرية بتاعته لان كده لازم يعمل حسابه في الاستهلاك الكهرباء وكان في الشتاء بيكون الاستهلاك اكتر من الصيف تعليقك على الخبر طبعا استاذ ممضوع هذا الخبر نحن ارتعين عن النواقش اليوم ضمن قراءتنا الاسبوعية لانه بصراحة انا شفته انه قرار يعني اوهام جدا او آلية عمل خلينا ليس قرار هي آلية عمل انه سيتم يعني ستتم فعليا تغيير المحاسبة او الجباية فواتير الكهرباء بناء على الاستهلاك السنوي طبعا هذا الكلام كيف تشتغل هذا الكلام بناء على ان النمسا قامت بتركيب ما يقال سمارت ميتر اجهزة اجهزة حساب او عددات الكهرباء الذكية التي تستطيع تستطيع شركات الكهرباء ان تدخل مباشرة الى هذه الساعات يعني لا يوجد موظف كل شهر حامل دفتر ورأة وقاعي حامي يكتب هذا شو استهلك وعم بدور على ساعة ساعة لا وقلوا ديجيتال ديجيتال وهن العملية تعمل بشكل تلقائي يعني فعليا يعني لا احد يتدخل بها طب بشاءالك الكهرباء ترى التليفون كمان من العداد 100% حتى بيستطيعوا يقطعوا الكهرباء ويفصلوا بشكل كامل ففي عندهم وصول كامل فبالتالي استاذ الكريم انا اعتقد ان هذا التنظيم يساهم بانه الشخص العائلة الفرد المنزل يستطيع ان يسيطر على استهلاكه يعني انا هذا الشهر دفعت فاتورة الكهرباء 100% الشهر الجاي طبعا بالصيف عم نحكي على سبيل ميثال اللي عنده نظام التدفئة ونظام المي السخنة ونظام كل المنزل يعمل على الكهرباء فبالتالي بصير بيقدر يراقب قديش مستوى الاستهلاك طب انا ليش عندي بيش اشهر الباردة الاستهلاك بزيد بالصيف اجرد تتفائز يعني طبعا بالصيف لا بجلسي عنده يكون اجهزة تكييف كمان تكييف صح بتعلى اكثر على هو الشيء اللي عنده فبالتالي انا برأيي ان اي شيء كل ما يراقب يضبط وكل ما لا يراقب لا يضبط يعني انت معه يعني انا اؤيد الفكرة بشدة يعني انا مع ان الشخص يعرف انه هذا الشهر تم الاستهلاك خمسين هذا الشهر ستة وثمانين هذا الشهر ستة وتسعين يعني يكون عنده فرصة اذا كان يعمل عملية ضبط يحاول انه يكون فعلا في عنده في عنده موازنة موازنة ورقابة بالضبط ومراقبة لحالة الاستهلاك فانا برأيي انا اعتقد ان هذا شيء مهم جدا والجميع سيستفيد منه ولربما سيساهم بشكل او باخر في تقنين الاستهلاك